موسيقى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي اخترناها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ونختار هذه الأسئلة بلحاظ أهميتها يعني شقد ما تكون مهمة لها يعني في المشاهدين أو عند المشاهدين الكرام أهمية كبيرة هذه نذيعها على البث المباشر ومنها هذا السؤال للأخي حسين يقول في سؤاله إذا صليت أربع ركعات سهوا بسبب النعاس صلاة الصبح يقصدها أعيد الصلاة أم لا صلى أربع ركعات صلاة الصبح وبسبب أنه كان نعسان فبدل ما يصلي اثنين صلى أربعة بسبب النعاس نقول جوابا للأخي حسين أنه هذه الصلاة ينبغي أن تعاد أو بل يجب أن تعاد تقدر تقضي الصلاة باعتبار أنها فات وقتها تقدر تقضي الصلاة ركعتين صلاة الصبح في أي وقت كان مثل هكذا أمر سهوا يزيد لو كان مثلا في الرباعيات يعني في صلاة مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر في صلاة العشاء أكو مجال مثلا إذا واحد شك في عدد الركعات ممكن يقدر يصلح عدنا اتصال قضاء الدجيل كريم عليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا ومرحبا اتفضل أخ كريم والله سيد يعني عندي مشكلة عندي بالصلاة نعم مشكلة عندك بالصلاة بلي أنا أقول باتشم أصلي مني جي موعد الصلاة يعني أعوف حواء إذا لكي بغير شغلة ماذا شنو أعوف بالصلاة يعني عندك كسل كسل في هذه الحالة يا أخ كريم أول شي إحنا ننصحك نصيحة يعني لأنه الصلاة هي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وإن عندك طلاع عليها جميل جدا إذن أكو عندك مقدمات هاي مسألة الصلاة عندك موجودة فإنت شلون تحارب هذا الكسل أولا تكون على طهارة دائما يعني شنو على طهارة دائما يعني دائما أنت متوضي يعني إذا دخلت المرافق حتى لو ماكو وقت صلاة من تطلع من المرافق وقبل وعدل تروح تتوضع زين وكذلك إذا يعني تقرأ قرآن مثلا قرأ آيات من القرآن افتح القرآن ولو ولو لدقيقة واحدة انظر فيه بس لمجرد حتى يروح عنك هذا الكسل وتقدر أيضا تتوسل بلا إما عليهم الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا الكسل فتجد نفسك إن شاء الله بعد التعود تروح للصلاة وإن شاء الله يرتفع عنك هذا الكسل أهلا عندك سؤال آخر أخ كريم أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أهلا وسهلا نرجع إلى سؤالنا الأخ حسين جاوبنا الأخ حسين من أنه إذا كان صلى صلاة الصباح هكذا لازم يكون يعيدها زين إذا مثلا لو فرضنا مثلا صلوات عنده أو جدت مثل هكذا حالة سهوى أو شك في عدد الركعات بالرباعي في الرباعيات يعني الظهر والعصر والعشاء ماذا يفعل لو شك في عدد الركعات يمكن فيها مجال للتصريح يعني أثناء الصلاة المقصود فما بين الثانية والثالثة الثالثة والرابعة الرابعة والخامسة يبدو عندنا اتصال زهراء أبو زهراء من الناصرية عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا الله يخليك يا عزيزي تفضل أبو زهراء شنو سؤالك الله يحفظك سيدنا سيدنا من ناحية العالم الرؤية دائما يجينا بعالم الرؤية مثلا أمير المؤمنين عليه السلام نعم أو سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام نعم أو سيدنا الإمام الحسين بالي واجب علينا نلتزم بأمرهم ونهيهم في عالم الرؤية مثلا إمام الحسين بالأسر والزمان وعدني يقل لي اتزم بهذا الشيء وانت بغيات من شاء الله ونبني البقيع في عالم الرؤية مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجينا بعالم الرؤية نعم يقول لي هذا الأمر انتهى من عنده لا في السبيل خش هل واجب هذا لمواجب سيدنا هاي المسألة بيها فرعين حتى في سبيل يوصل لك الجواب بشكل وافي وشافي بيها فرعين الفرع الأول واللي هو يمكن أن نأخذ بالأحلام لو كانت فقدنا الاتصال مع الأخ أبو زهراء لو كانت هذه الأحلام أولا يعني لو كانت هذه الأحلام في مسائل ما بها أحكام شرعية يعني حلال وحرام يجوز ولا يجوز مثلا مكروه مستحب غيرها من الأحكام ما بها هذني الأحكام نعم الأحلام هي عبارة عن إشارات أما إذا كانت الأحلام يعني يجوز ولا يجوز مكروه مثلا أو يجب عليك فعل كذا هذه الأحلام ليست دليلا يعني شرعيا وإنما الأدلة الشرعية هي ما بين أيدينا من القرآن والسنة والإجماع والعقل إلى آخره عدنا تصال أبو علي من البصرة تفضل يا أبو علي أهلا وسهلا ومرحبا بك أبو علي تفضلوا والله إحنا عدنا شهيد أعزب نعم الله يرحمه شهيد أعزب وإحنا أخواني ذولا استحققنا به خمسة نعم هو أخي نعم ألو أبو علي نقطع الاتصال مع الأخ أبو علي إن شاء الله يعاود معنا نرجع إلى السؤال فكما قلنا لكم في الصلوات التي تتكون من أربع ركعات السهو فيها مثلا أو الشك في عدد الركعات يمكن تدارك أثناء الصلاة خصوصا إذا الشك بوقع ما بين الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة والرابعة أو الرابعة والخامسة أو الرابعة والخامسة والسادسة مثلا أو الخامسة والسادسة هذه الشكوك يمكن تداركها في الصلاة أثناء الصلاة بأن يبني مثلا على الأربع أو يبني على الثلاث أو يبني على أنها انتهت الصلاة أربع ركعات ثم بعد ذلك يؤدي بعدها إما صلاة احتياط مرة من وقوف أو مرتين من جلوس أو كلاهما أو لا بعض الفروض أنه فقط بس سجد تيسه هذه ممكن الرجوع إليها في الرسالة العملية باب الشكوك في الصلاة عدنا تصال أبو حسين من بغداد تفضل أبو حسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم أنت الآن على الهواء مباشرة يا أبو حسين تفضل السلام عليكم الله يخليك يا عزيزي أهلا وسهلا صلاة الليل ثلاثة الأخيرات صلاة الليل ثلاثة الأخيرات قصدك ركعتي الشفع يعني ركعتي شفع وركعة واحدة الوتر قصدك ذني الثلاثة الأخيرات إنها داعش أثمانية كله اثنين واحد خوش جميل جدا بقى عندك اثنين شفع اثنين يسموهن شفع والشفع تقرأ بيها يعني ما أيضا هم مثل صلاة الصبح هم ركعتين تقرأ بيها الحمدو وحدة من المعوثتين قل مثلا أعوذ برب الفلق والثانية بعد الحمدو قل أعوذ برب الناس وما بيها قنوت مباشرة تروح تركع وتسجد وتنتي بعدين تقوم أو تريد تقعد وانت قاعد تصلي صلاة الوتر أو صلاة الوتر تقرأ بيها الحمدو وبعد الحمدو ثلاث مرات قل هو الله أحد ثم المعوثتين وحدة ولا الثانية ثم بعد ذلك ترفع عيدك إلى السماء أو يديك إلى السماء وتدعو وتطلب المغفرة والاستغفار لأربعين مؤمنا تريد تذكرهم بالاسم تريد تذكرهم بالكنية تريد تذكرهم بأي ذكر مثلا المهم أربعين واحد حي أو ميت تذكرهم اللهم اغفر إلى فلان اللهم اغفر إلى فلان هكذا بعد ذلك سبع مرات تقول هذا مقام العائد بك من النار ثم بعدها تقول سبعين مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه ثم بعد ذلك ثلاثمائة مرة تقول العفو 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 ثلاثمائة مرة تخلص عندني تركع وتسجد وانتهت بعدك سؤال آخر أبو حسين مشكورين مشكورين أهلا وسهلا ومرحبا بك لا عدنا أيضا سؤال ماكو اتصال الآن عدنا هذا السؤال من أخ محمد يقول فيه ما هي الغيبة الصغرى والكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا السؤال حقائدي لكن احنا لأهميته وين كان البرنامج هو من برنامج فقي ولكن لأهميته نجيب على هذا السؤال العقائدي ما هي الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي عجل الله فرجه له غيبتان غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى دامت سبعين سنة ويتصل بشيعته بواسطة السفراء الأربعة أما الغيبة الكبرى فبدأت بوفاة السفيرة الرابع إلى وقتنا الحاضر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالخروج أجلنا تصال أحمد من كربلات تفضل يا أحمد السلام عليكم سيد عليكم السلام ورحمة الله تفضل أنا والدك أحمد أم أحمد تفضل يا أم أحمد أنا بالنسبة لي أعدي دوام يعني ملتزمة بي نعم بس أنا يعني عدي طلب مع الصلاة قديمة نعم يعني شو نقضيها بأوقات فراغج تقدرين تمدين السجادة وتقعدين هذه مثلا في الساعة ساعة ونوص ساعتين يسموه مجلس قضاء الصلوات تمدين السجادة وتأذنين مرة واحدة بعد ذلك تأذنين أذان أذان مرة واحدة بس في بداية مجلس الصلاة ثم تقيمين لكل صلاة تريدين تقضيها وديمش ورقة وقلام وتقولين هاي صباح هاي ظهر هاي عصر هاي مغرب هاي عشاء مثلا يوم يومين ثلاثة أربعة أيام هكذا إلى أن يعني كل يوم مثلا في الساعة إلى أن ينتهي هذا الطلب القديم هذه طريقة وكي طريقة ثانية أنه في كل صلاة أنت تأديها مثلا الصبح صليت صلاة الصبح أداء صلي وراها مثلا قضاء وهكذا في كل يوم إلى أن ينتهي هذا الطلب الحمد لله أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بيش يا محمد نعم نعم أيضا عدنا السؤال من الأخ محمود يقول السلام عليكم بلي شفت يقول شفت فيديو في اليوتيوب لأحد بلي رجال الدين من الوهابية يدعي فيه أن الزواج المنقطع عند الشيعة محرم على العلويات باعتباره فعل كذا رذيلهم ويعتبروهم معدهم ولا يليق بهن هل يصح هذا الكلام مو صحيح ليس صحيحا ثم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة بعد أنه تدعي تقول أنه هذا فعل رذيلة هذا يرد عليه بلي عدنا تصال أم علي من البصرة تفضلي أم علي أم علي من البصرة تفضل أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أم علي سيد على مصلاة الليل الوتر بلي بس رأسة الاستغفار لمثال أقرب ههم المعودات أول مرة لا القراءة يمكن إذا قبل شوية سمعتني أنا جاوبت على هذا السؤال أنه تقرين بعد الحمد ثلاث مرات قل هو الله أحد ثم بعد ذلك تقرين قل أعوذ برب الفلق وراها قل أعوذ برب الناس وراها ترفعين إيدك وتستغفرين لأربعين مؤمنا شنو الإشكال اللي عندك أو اللي ما عرفتي له أهلا وسهلا ومرحبا بيك لا أيضا عند سؤال علي عبدالحسين أو هكذا أسمى يقول أود الاستفسار عن قضية مستعصية إذا أردت دفع الخمس من الأموال بلي في المودعة في إحدى البنوك في دولة عربية هذه الدولة تمنع تحويلها إلى الخارج فنضطر لتحويلها عبر السوق الموازية نجاوب على هذا السؤال إن شاء الله بعد ما نأخذ هذا الاتصال زينب من واسط السلام عليكم مولاي عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي مولاي أنا صالحين أصلي بل بدون توضع بدون وضع بدون وضع واحد يتسب معرفة للمحصة لا أردت وضع ما يخلي نعم ما أردت ويتضمي يشتفني بل أنا خائرة زين شون تأدين صلاة بدون وضع أردت وضع أنا أغسل وشه وده بس ما أتوضح واحد ما أتشتف واحد أنا هتا حائرة إذن هاي حالة نفسية إذن هي مو مسألة يعني واحد يتشتف واحد حالة نفسية يعني معناها معنى كلامك إنه أنت قبلين تريدين تتوضين فيعني يصير عدتك مثلا كسل رادع يصير عدت يصير عدت شغل لا أقلتك وجه للتوضع واحد يكرنا ما أقدر أخلي ورجع أصلي بدون توضع ما يصير الصليين بدون وضع ما يجوز تقدرين أنت يعني تتوسلين إلى الله سبحانه وتعالى بلا إما عليهم الصلاة والسلام أنه ترفع عن لك هاي الحالة وإلا تبقين أنت هيتش بلا يعني صلاة باطلة بدون وضوع صلاة باطلة نعم 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 ما يصير ما يصير هذه مترا لأن الصلاة بلا وضوع باطلة فلازم كون تتوضين نعم كلها باطلة إذا بلا وضوع فلازم كون تتعودين على أنه تروحين وتتوضين الوضوع المعروف الشرعي اللي هو غسل الوجه وغسل اليد اليمنى ثم اليسرات معدين تمسحين راسك وتمسحين رجلي أما هاي مسألة أنه أروح وتشتف وغيرها هذه أنت تعالجيها لازم أنت تعالجين هاي المسألة وحاولي بالدعاء أنه تدعين للأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن لك هاي الحالة حالة أنه واحد يشتف إذا تريد أن تتوضين أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا أخة زينب نرجع إلى السؤال الأخ علي يقول نضطر لتحويل هاي الأموال بالسوق الموازية هل أدفع بقيمة السوق أم بقيمة البنك علما أن القيمتان مختلفتان زي هو خمس والخمس حق عليك أنت لازم الدفع أما أجر التحويل مثلا من البنك أو من السوق الموازي فهاي الأجر المضافة أنت تدفعها لازم ما يصير تنقطع من الخمس الخمس لازم يوصل إلى مستحقيه كاملا من دون نقيصه وأيضا لو فرضنا مثلا أكو زيادة فوق الخمس يجي مثلا من خلال السوق الموازي لو فرضنا إجدت زيادة أيضا يعطى المقدار وهذه الزيادة يرجع إلى صاحبها نعم عندنا اتصال بل ريثما إن شاء الله يعني الاتصال يكمل نأخذ هذا السؤال أه بدي من واسط حسن حسن من واسط أهلا وسهلا ومرحبا بك فضل يا حسن طبعا مشكلة القناة في المادي يا صديقي الله يشبك يا عزيزي طبعا عبد البرنامج القيم أهلا وسهلا بيضع لدي استفساء نعم الوالدة عندما تعرف تقل وتكتب البدي والدعب لها القرآن الناطق هذا اللي يعني يلقت خش فمرات متلاحق عليه بس تتأشهر بصبحة تقول هاي القراءة يعني محسوبة لها أو لا إذا متلاحق عليه تتأشهر بصبحة يعني ممكن أنه السرعة مالتا مثلا تتوطى أكثر يعني ممكن واحد يخليها بطيئة حتى في سبيل تلحق والدتك تقرأ وراء يعني بنية التهجأ مثلين أجراء شلون عيد بنية التهجأ أو بنية التعلم يعني إذا أشهر أنت قلت بالصلاة يعني مو بالقراءة العادية لا قراءة عادية مرات وراء الصلاة يعني تحاول تختمه جميع جميع حتى لو تستمع إلي هاي بالقراءة مو بالصلاة حتى لو تستمع إي حتى لو تستمع إلي كلش كافي لأن هي ما تقدر مثلا تعرف ما تقدر تقرأ فتقدر تستمع من عندها وثواب الاستماع أيضا مثل ثواب القراءة وإن كان القراءة أفضل بس هي باعتبارها ما تعرف تقرأ فتستمع إلى القرآن الثواب نفس الثواب أما بالصلاة لا لازم تقرأ بلي بلي نعم بلي بلي الأجر والثواب نعم أما بالصلاة لا فلازم تقرأ بالصلاة أهلا وسهلا ومرحبا بي حياكم الله حياكم الله نعم الأخ إبراهيم يقول عفوا عفوا الأخ عبد الحسين يقول ما حكم بيع اللبلبي اللبلبي يعني الحمص هذا المطبوخ لشارب الخمر لأنهم يأكلون اللبلبي مع هذا مع شرب الخمر هذا من الإعانة على الإثم وغير جائز إذا تعرف بي أنه راح يشرب خمر وهو اشترى من عندك اللبلبي لأجل هذا المجلس مال شرب الخمر وإنت تدري بهذه وتعرف في هذه الحالة هذا حرام والفلوس اللي تأخذها تعتبر حرام أيضا سوحت نعم إذا ما تدري هذه بحثا آخر مو حرام حلال لكن إذا تدري تعلم أن هذا راح يأخذ اللبلبي وراح يسكر ويشرب الخمر في هذه الحالة هذه عانى على الإثم وحرام غير جائز والفلوس اللي تأخذها أيضا حرام مزيد عدنا اتصال رقية من السماوة شكرا معي أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي يا رقية العفو العفو عندي السؤال أه أنا بداية هذا الشهر بجيت أخذ غسل الجمعة وأنا عم 16 سنة يعني اللي قبل غسل الجمعة بجيت هذا الشهر يعني أخذ غسل الجمعة يعني اللي قبل أخذيه اللي وشنون وشنون لا ما يحتاج قضاء الغسل لا ينقضي ولا هم يحزنون خلص هو أساسا هو مستحب من الأغسال المستحبة آه شكرا أي القضاء فقط على العبادات أما الغسل والوضوء غير رأي ما ينقضي هذا أهلا وسهلا ومرحبا بيك بني زين إبراهيم يقول بني السؤال من الأخ إبراهيم وإن كان يعني هو رجل ولكن سؤال سؤال بني أنثى هل يجوز على طالبة أو على الطالبة خلع الحجاب داخل المدرسة بسبب الطقس الحار علما أن المدرسة للبنات فقط ولا يوجد أي يعني أي فرد من الرجال ما هو الحكم إذا كان المدرسة أو الصف اللي هي بيه مثلا لا يمكن للرجال الأجانب أن يدخلوه ولا يمكن أن يروا ما فيه يعني حتى النظر مثلا من الخارج ما يشوفون داخل الصف يجوز أنه تخلع الحجاب لأجل لأنه الهوى حار أو لأنه الطقس حار بالصف فلازم كون تنزع مثلا من حجابه حتى يصير هوى مثلا أو حتى ميت الضايق من الحرارة هذا بشرط عدم الرائي يعني ماكوا واحد أجنبي لا يطب للمدرسة ولا يباوع مثلا أو يشوف من بعيد أو من خلال الشباكة أو غيرها إذا أمنت الابنية مثلا من هالجانب جانب أنه ماكوا واحد يشوف ولا واحد يدخل يجوزلها خلع الحجاب أما إذا لا ما أمنت وتبقى هي مثلا مضطربة لربما واحد يدخل أو واحد ما يدخل أو لأنه أكو مثلا واحد يشوف ولو من بعيد إلى داخل الصف هنا ما يجوزل خلال الحجاب نعم أيضا عدنا اتصال لا ماكوا اتصال من ميسان أبو محمد من ميسان فضل يا أبو محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله فضل أبو محمد بالنسبة يعني هل يجوز هل يجوز ويا يخليك عبر الهاتف هل يجوز ماذا هل يجوز الإنسان يصدر لديه صلاة الوحشة وصلاة الدفن يعني أهديها للموته بدون ذكرته هو أصلا صلاة مستحبة يجوز نعم جائز كأنه مثلا تعني بها واحد ميت من شيعة أمير المؤمنين يعني بهالصورة هذه لا أهديها مثلا منه تهديها إلما أهديها مثلا منه خلاص أهدي هذه الصلاة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولكن من مات ودفن قبل صلاة هذه طبعا أبو محمد هي خلي أبين لك شنو صلاة الوحشة صلاة الوحشة أساسا هي بديل عن الصدقة الميت إذا دفن في تلك الليلة يستحب لذويه أن يتصدقوا يعطوا صدقة إذا ما عدهم صدقة شنو البديل يصلي ركعتين تسمى صلاة الوحشة بس أما نجي إحنا الآن نسوي لها مثلا فادركن وأنه نهديها ثوابها إلى كل من مات وكذا وكذا هذه ما قالوا بي الأم ما حجوا بها المسألة هذه ما مذكور أصلا هذا لا بالرسالة العملية ولا مذكور مثلا بالكتب الفقهية ولا مكتوب أيضا في أي مكان هذا هي شيء يعني ابتداع من عدنا لكن إحنا نقول بما أنها مستحبة نعم تقدر تصليها أنت تقول مثلا لأي واحد من شيعة أمير المؤمنين مات بها الليلة أنا أصلي لها ركعتين مثلا وحشة بس الأولى الصدقة الأولى الصدقة وليست الصلاة هذه هذه صلاة الوحشة اشتهرت بين الناس بل بالصحيح بل بالصحيح هي الصدقة الأولى نعم أبو الحمد سامحها يعني سامحها لا أنا ما قل لك يصير بس ما يصير إحنا هدشين نسوي لها هالة ونحطها ونقول هل لازم كذا نسوي وكذا هذا ما موجود عندنا لا بالرسالة العملية ولا بالكتب الفقهية ولا بالكتب الروائية هذه أصلا صلاة الوحشة أساسا للي ما عنده صدقة من ذوي الميت يصلي صلاة ركعتين تسمى بصلاة الوحشة بس أهلا وسهلا ومرحبا بك أبو محمد بالي أمين الأخ أمين يقول أنا أعمل استخارة تطلع جيدة لكن الظروف التي تأتي لهذا الأمر تكون سلبية ولا أفعل الفعل رغم أن الاستخارة إيجابية هل يعني أنه رغم خروجها إيجابية الله أعطاني دلائل تمنعني هل يعني أي سلبية نجاوب على هذا السؤال بعد ما نأخذ هذا الاتصال أبو مصطفى من الديوانية تفضل يا أبو مصطفى عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخ أبو مصطفى يجوز واحد يجر يعني للمساحة مع الموقف يجر أبو مصطفى لأنه 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 سيارات الزين هذا صاحب الموكب عنده صلاحية أن يأجر هو باسم الموكب آه باسم الموكب نعم يجوز لهذا لأنه مدام هو صاحب الوقف يقدر مثلا يخصص جانب من الوقف يأجر حتى هاي الأجارة مثلا يصرف بها على الموكب أو يصرف بها على الوقف أي جائز هذا إذا كان هو صاحب الوقف طبعا من بال أهلا نعم ألو راح صوتك أبو مصطفى نعم نعم انقطع الاتصال مع أبو مصطفى ما قدرنا نسمع من عنده السؤال الثاني أو الآخر إن شاء الله يعاود معنا نرجع إلى صاحب الأخ أمين صاحب هذه السؤال اللي يقول أنا سوي استخارة لو تطلع جيدة ولكن من أريد أروح يعني أعمل بموجب الاستخارة أكو ظروف سلبية تجيني فما أقدر أسويها شنو معنى هذا يعني شا سوي أنا بعض طبعا الاستخارة من واحد يستخير يعني يطلب مشورة الله سبحانه وتعالى هذا معناه على الأقل عندنا أحنا الإمامية الاثنى عشرية أنه الاستخارة هو طلب المشورة من الله سبحانه وتعالى بس بأي كيفية مثلا بالقرآن بالسبحة بما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأنواع الاستخارة يعني بهذه الأشياء فتطلع مثلا جيدة افعل يعني أنت أيها المستخير استخارات والنتيجة أنه طلعت افعل روح سوي يعني معنا هذا الاستخارة زين يروح يريد مثلا يفعل يجد أنه أكو أمور سلبية منعة هي الخيرة جيدة لكن أكو أمور منعة أن يفعل هل يجب أن يعني يتبع الاستخارة طبعا هناك كثير من العلماء قالوا نعم يجب اتباع الاستخارة وتركها يعني يعني يعد هذا أمر مو صحيح بالنسبة للمستخير لأن هذا التألم من استخارات استخاريت أي إنسان لو استخاريت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فأكيد الله سبحانه وتعالى يريد لك جيد مثلا من الأمور فلذلك يقل لك افعل أو يقل لك لا تفعل من هذه الأمور أما إذا أجدت ظروف سلبية أو غيرها كذا تقدر توقر الظروف السلبية وتستمر عندنا اتصال أعاود الاتصال معنا أبو مصطفى من الديوانية فضل أبو مصطفى الله يخليك يا عزيزي العقيقة واجبة شنو؟ العقيقة واجبة لا مستحبة أبو مصطفى وليست واجبة يعني المعنى تفعل العقيقة مليك ماكو إشكال إذا هي العقيقة أساسا للطفل اللي عمره سبع سبع تيام المستحب في سابع يوم من ولادة الطفل أن يحلق شعر رأسه يوزن ويتصدق بوزنه فضل زين هذه مستحبات وأن يذبح له شات عقيقة هذه من المستحبات عنده بها ونعمة ما عنده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إش وقت ما صار عنده ويريد يذبح مثلا يذبح ماكو إشكال هي مستحبة وليست واجبة نعم بلي توجد يعني عدة صور للاستخارات واردة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام تقدر تراجع بها كتاب ضياء الصالحين أو كتاب مفاتيح الجنان موجودة هذه بس في ضياء الصالحين موجودة أنا متأكد من عدها بس في مفاتيح الجنان ما أدري موجودة أو ما موجودة نعم أدنى مفتوض بالثماني نام نعم فقط يعني بحرب إيران والطاغية نعم يعني هذا شنو عملنا من غير الصدقة مثلا الصدقة نحن يعني هي صدقة أو مثلا صدقة جارية تسولة كأن مثلا تتبرعون مثلا بمي يزقي الناس أو الزوار أو طعام مثلا أو تشاركون في بناء مدرسة في بناء مثلا حسينية في بناء مسجد يعني هاي من الصدقات الجارية تقدرون تهدون لمجالس أيضا كل أمور الثوابات تقدرون السودية مو ممنوع نرجو الله الإجابة إن شاء الله يا أبي مصطفى أهلا وسهلا ومرحبا بك الملي نرجع إلى الأسئلة أم علي عفوا حسين حسين عدت سؤال يقول لقيت فلوس بالشارع وشلدت وصارا عندي أكثر من سنة تقريبا شلون أتصرف بهن علما أن الفلوس ما بهن علامة الدل على صاحبها الأصلي الفلوس اللي واحد يلقاه المثلا في الشارع وما بهن علامة أولا يعني في البكان اللي وجد هذه الفلوس يعرف ولمدة السنة بعد ذلك يوديها إلى المرجع اللي هو يقلده الحاكم الشرعي ينطيه يقل لأني إذن لقيتني الفلوس هاكو خذين هو بعد ذلك يعرف شون يصرف بهن أم علي تقول في سؤالها التزمت ختمة أربعين يوم وصار قطع نسيان يوم واحد أو أكثر لعذر هل أعيد من البداية مثل ختم صورة ياسين أو زيارة عشورة نقول لأم علي الختمة مو شرط أنه واحد يعني يقرأ بالقرآن مستمرا يعني على طول لا يقدر مثلا هو يلتزم ختمة مو شرط أنه يوم ورا يوم مثلا أو ساعة بعد ساعة ليش لأنه أكو أعمال كثيرة للإنسان أولا لأن هذه مسألة متعبدية يعني مو مثل الصلاة لازم واحد يستمر بها ما بها شرط الاستمرار يقدر واحد مثلا يبدو بالقرآن إذا صار فد عذر مثلا وواحد يريد يروح يصلي يريد يروح يأكل يريد يروح ينام صار عذر شرعي مثلا عند المرأة يعني هذه هذه كلها انقطاعات أو نسة مثلا نسة أنه تقرأ اليوم نسة باشر نسة مثلا تقدر ترجع بالضبط وين كانت واصلة تستمر مو ترجع من البداية اش وين توقفت يعني في ختم القرآن أين توقفت تكمل من المحل الذي وقفت عنده ثم بعد ذلك إلى النهاية هكذا يكون قراءة القرآن إذا مثلا واحد لازم ختمه زي تقول أيضا في سؤال آخر في زيارة عشراء بالنسبة للعذر الشرعي أنوي زيارة عشراء أربعين يوم هل أصلي ركعتين زيارة بعد الطهر أم لا تعتبر ختم لا بعد الطهر بعد ما تنظف المرأة وتطهر من الحيظ عند ذاك تصلي صلاة الزيارة وش وقت ما صليها يعني ما لها وقت معين ش وقت ما تصليها لأن أساساً هي صلاة مستحبة أيضاً من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج الأخ عباس يقول في سؤاله شخص لم يذهب لحفلة عرس زواج أخته من ابن عم لأن في الحفلة غناء ومعازف وطبل ورقص هل تصرفه صحيح أم هو مدان لا تصرف صحيح واحد يريد يبتعد عن الحرام تصرف صحيح الابتعاد عن الحرام لا يدين واحد مثلاً هو يرغب ويريد أن يبتعد عن الحرام لا يدين أصلاً حتى لو كانت مثلاً زواج أخت أو زواج ابن عم مثلا او اقرب المقربين اليه ابن مثلا وهذا الابن يريد يسوي مثلا حفلة موسيقى غيرها كذا الى اخره حتى هذا واحد الاب هنا في الحالة يروح يقول انا ماريد ارتكب حرام اي حرية شخصية مايريد ارتكب حرام وفي نفس الوقت ايضا يقول لهم يقول لهم انه اللي دا سووا انتو حرام يعني يبلغ فان ارتدعى وقالوا مثلا اي نعم ما نسوي حرام فقط مثلا تواشيح دينية او يعني شبيه بالتواشيح الدينية مما متعارف الان عند الرواديد يسوون حفلة للعريس بدون موسيقى بدون يعني امور اخرى اشعار في مدح اهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مدح رسول الله صلى الله عليه عليه والسلام من هل قبيل هذا نعم حين ذاك الحضور لا اشكال فيه والتمتع ايضا بمثل حفلات وسهرات ايضا لا اشكال فيه شرط ان لا يكون مقدمة لحرام او ان يقع فيه حرام هذا الشرط الوحيد لحضور مثل هكذا حفلات اما اذا انت تعرف كل زين ان هذه الحفلة فيها معازف وفيها غناء محرم الى اخره ميجوز حضوره محرم ولست مدان باي شكل من الاشكال ايضا سؤال من احد المشاهدين الكرام حول بل الاخ جاسم يقول نعم ان شاء الله عندنا الوقت اللازم لقراءة هذا السؤال بل الاخ جاسم محمد يقول فيه سؤاله ما حكم الصلاة بدون تربة لان عندي طفل عمر سنتين ياخذ التربة ويهرب زين فنبقى انا بلا تربة ما حكم الصلاة طبعا اولا الصلاة لا تجوز على الفراش او على السجادة هذه غير جائز واذا صليت عليها تبطل صلاتك فلابد ان يكون اكفة بديل مثلا ورقة بيضاء مثلا مثل هذه الورقة او كلينس مثلا عندنا اتصال نبلي في هذه الحالة ان يكون بديل موجود للتربة كان يكون مثلا اكو كلينس اكو كورطاس اكو ورقة شجر بس يعني المفروض ان يكون هذا الورق بالشجر مو مما يؤكل يعني غير داخل في الاطعمة وال في اطعمة الناس نعم يجوز عليها اذا ذن كل هنما موجودات بطلة الصلاة لانه ما تقدر انت تصلي على الفراش هذا مبطل الصلاة نعم اكو يعني بعض العلماء يقول ممكن يسجد على ايده او على الحجر حجر الخاتم مثلا اذا واحد لابس محبس وبيه خاتم مثلا حقيق او غيره وكذا نعم يجوز السجود عليه باعتباره هذا من الارض يجوز السجود عليه نعم ما بقى عندنا وقت ناخذ بقية الاسئلة نرجع ان شاء الله كل هذا الى يوم السبت البلي القادم ان شاء الله الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة